طيب ده جزء مهم كان لازم نتكلم فيه لأن البطولة الإفريقية لكرة السلة يعني ده حاجة كبيرة وإنجاز عظيم ويا رب يكون فقل حسن على البطولة الإفريقية القدم اللي الأهل هيستعد فيها لمواجهة الودات خلال الفترة اللي جاية ولكن بعد نهاية إفريقيا فيه أجندة دولية منتخبنا الوطني عنده أجندة دولية من 12.6 لـ 20.6 هيلعب مباراتين مباراة مع غينيا في مراقش يوم 14.6 في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية ثم مباراة دية تم الإعلان عنها بالأمس مع جنوب السودان منذ قليل فيتر بيريرا أو روي فيتوريا وما كلهم برتغاليين فبنطلعهم أطبابين رئيس لجنة الحكام والمدير الفني وحتى كمان ميكالي يعني بنتكلم على روي فيتوريا أعلن قيمة المحترفين اللي هيتم استدعاهم ليه المعسكر المقبل القيمة بالضم محمد صلاح أحمد حجازي تريزي جي مصطفى محمد عمر مرموش أحمد حمدي وسام مرسي سبع لعيبة محترفة تم الاستدعاء لهم بشكل رسمي من روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي لمنتخب مصر أكيد معسكر واستعداد وصفر للمغرب ثم بعد ذلك اللقاء مع جنوب السودان وكويس إن الفاينال دور الأبطال في المغرب فيوفر على المنتخب مشقة الصفر بالنسبة للعيبة الأهل والتحرك يكون للعيبة من كازابلانكا على مراقش فالموضوع بسيط أفضل ما كان هيجوا أكيد من جنوب إفريق طيب في تفاصيل أكتر عن معسكر المنتخب والاستعداد لهذه الأجندة لأنها أجندة مهمة جدا ليه علاقة كمان مش بالتأهل بس أم إفريقيا لا علاقة كمان بالتصنيف لذلك نروح مباشرة إلى الزميل الصحفي والناقض الرياضي والمنصق الإعلامي لمنتخبنا الوطني الأستاذ محمد مراد مراد مسائل فل عليك مسائل فل عليك محمد وكل صحيح أنت طيب وبخير وإنت طيب وبخير دايما وتحيات كل مشاهدي قناة الأهل لك حبيب محمد وبارك لنا للأهل طبعا بريس الله وإنساء الله يوم 16 بإذن الله بارك لنا للأهل إن شاء الله وإحنا في المغرب كده بس كوب أقول لده إن شاء الله دوري أبسال أبسالي في حديث من الزميل مرش طبعا مرش طعب بس إن شاء الله لأهل إذا ما عودنا الأهل ولعبته بجالة الصدق قادرين إن شاء الله حيال البطولة وإتعادوا من الزميل أكيد طيب يعني عايز أعرف منك بقى يا محمد بإذنك طبعا المنصق الإعلامي المنتخبنا وزميل إعلامي وصحفي وعندك التفاصيل وقريب جدا من ريف توريا والجهاز الفني إزاي المنتخب بيستعد الأجندة يونيو ومن حصن الحظ الحمد لله للفاينال في المغرب فمشاقة السفر مش هتبقى موجودة لأن اللعابة الأهلة هتنتقل من كذا بلانكا المراقش وليه اختاروا اللعبة مع جنوب السودان في نهاية الأجندة ما يكونش منتخب أعلى شوية في التصنيف لأن كل التسالوات دي أكيد برضو الرأي العام بيسأل منذ إعلان قامة هذه المباراة بالأمس يعني بص محمد في الأول خلص هتكلم على حتة المنتخب أو الاتحاد الإداري تحديداً والاتحاد الكرة يعني الحمد لله كانوا مستعدين لحاجة زي دي وكانوا مستعدين مبادري ومحمد لحتة إنهم بيتكلموا في مطش النهاية نهاية دورة أبطال أفريقيا والأزمة اللي بتحصل في أفريقيا في نوات الأخيرة إن تلاقي نهاية دورة أبطال أفريقيا مع مواعيد الأجندة الدولية تلاقي مثلاً تكاتل العالم للأنزية مع برود أم أفريقيا فالحيال الجهاز الإداري دعاً مكافة محمد غرابة وكافة مينة سامح وعلي وبالترنتيك مع الاتحاد الكرة الحمد لله يعني كانوا بيخاطبوا الاتحاد الأفريقيا من شارك مينة محمد وكان عندهم يعني علم بالنوطة لي أو بأنهم يقاط على الاتحاد لازم يبقى نهاية دورة أبطال أفريقيا قبل الأجندة الدولية وكان طلبوا لو المطش في سعيبة في المصر يبقى فيها يبقى فيها عديل لمطش غنية يبقى فيها الأخير من التواقف فديكة لاثة يعني لو ما كانش يتعاملت تتلاقي طبعاً الإعلام بينطاقت فلازم حاجة خلوة أو حاجة خلوة نتكلم عليها أو نقول عليها طبعاً نهاية المغرب سهل طبعاً جداً على النادي الأهلي وعلى المتاحب مصر يبقى موجودة في الضغط مطش غنية مطش غنية الحمد لله الحمد لله المتاحب قاباكوس أنا قد نخلص من التأهل يوم أفريقيا إن شاء الله ويتم حسم ده بالفوز على المتاحب غنية إن شاء الله يوم 14 في المراقش إن شاء الله يوم 14 مطش طعب يا محمد المتاحب غنية المتاحبات المشيب خطوات تابتا في أفريقيا في السنوات الأخيرة هي مبارض حسم الصدارة يا محمد أعتقد هي مبارض حسم الصدارة فعلاً هو حسم التأهل والركم مائة المال للمتاحبين وتأكيد الصدارة وتأكيد اللي أنت أقوى فرع المجموعة وتأكيد أحفظ مصر في تصدر المجموعة اللي فيها جانية وملاوة وأسيوبية ومطش من السهل لكن إن شاء الله زمان طرح محمد المحترفين السبع اللي قايمة المبدأة لفن عنهم بكاتر الحياء يعني ما فيك شكراً محمد صلاح وإحجاز وعمر مرموش ومسا محمد وسام وإحمد حمد قائمة مفضيحة بس الناس بفهم لسا قائمة نعائية يتم الإعلان عنها مع قائمة اللعيبة المحليين ساء الله أبد المعسكر فالاستعداد نفذين الاستعداد اللي جاني لله الناس وطاق حمد يعني طريق عمد في هذا الفني الحقيقة يوم موجودين في الاتحاد من الاتحاد وبيخلصوا عملهم باللول الفني أو التنطيق وبعد جهة بيطلع طبعاً أنت بيشوف حمد بيحتروا مقصد الفرقة خلتها فالناس يعني الحمد لله بتشتغل من 9 الصبح غير 6 الصحة عشر 11 في الليل وده ظهر الحقيقة فده المكتخب لو أنت يعني طبعاً مقصد ملاور جزء بربعية ناتف ملاور ده أكبر رد وأكبر دليل أنت عندك ممتخب قوي عندك لعيبة سيرة عندك جهاز مني على مستوى علي مقصد طبعاً إن شاء الله أتمنى المكتخب بخدو إن شاء الله حيكوز بإذن الله والحالات جنوب السودان الراجل عايز كان عايز طالب الأول قالوا التصنيف ثانية أو ثالث من أفريقيا ما كانش عايز يلعب تصنيف الأول هو عايز يترى بعض العيبة ويد ويبنح كرصة البعض العيبة أو الجديدة ودي ورواة طبعاً رؤية تحسر فده كان الهدف يلعب مطشوز يوم 18 مع جنوب مع جنوب السودان إن شاء الله آياً كان المطشوز ده الهدف نه الإهم عند الكبير كده كده ورط المحمد الكبير تصنيف وترؤي التصنيف إزاي ونظمة الصعود أو نظمة تصنيفات المؤهد للتعامل إزاي الحمد لله ممتخب مصر من العشر أو منتفع الممتخبات الأولى إن شاء الله على رأس مجموعة فإن شاء الله تفرق معها جدا ومش عايزين بقى إحنا ندور على التصلي احنا عايزين بقى الأول إن شاء الله بإذن الله مع الفيتوريا والجهاز الموجود وإن شاء الله الممتخب بحقا نحاك أفضل وأفضل أنا عايز أقول لك يا مراد يعني عارف لأنت لو كسبت غينية يعني ممكن ما تحتاجش حتى النقط اللي أتخذها لو كسبت جنوب السودان لأن على فكرة كل ما بتلاقي فرق تصنيفها بعيد شوية وبتكسبها بتاخد نقط أقل يعني جنوب السودان أعتقد من 168 على مستوى العالم فلو كسبتها ممكن تاخد مثلا 3.4 نقط مش هيفروه كتير معك في التصنيف لكن لو كسبت غينية أنت أكد نجبت منتخب مصنف وكسبته في الأجندة الودية خلال شهر يونيو فالمكسب ده مهم جدا أنا تبا دربت أكتر من عصفور بحجر واحد تأهلت تصدرت على التصنيفك ممكن تبقى الرابع على مستوى إفريقيا أو التالت كمان مش الخامس زاد الوزي أكيد هتفر معك جدا محمد وزار مستر فتور الحياة والجهاز يتبني بالتالي فيه يقول لك أنا الأهم عندي مطش غينية أكتب مطش غينية وده هدكو الحقيقة يعني في أي مطش بلعبه سواء بره مصر وده شفناه في مطش ملاوي وشفناه حتى مع مطش بلسيكا لودي خطوة لعب منتخب كان الثاني أقوى منتخبات العالم وأتها وده رجل حتى طريقة لعبه ومسيافته أنه هو يعني يلعب كرة هجومية كرة ربوز وهو حتى يتكلم أكثر من مرة أنه هو في أي مطش عايز مش هدف والتعادل أو أي حاجة بإذن الله إن شاء الله طيب في تفسير معلن أو محدد مثلا ليه أحمد حسن كوكا مش موجود من المحترفين هل في إصابة في أسامي تانية كانت مرشحة مش موجودة بسبب إصابة أو حاجة تانية ولا ما فيش حاجة معلنة أو محددة يا محمد هو أكيد بصنا محمد يعني بقى في تنصيك كامل من مستر ريكتوريا وفي هذه المحترة من حاجة محمد والعلم الناشر شطرة والمركزة أخرى وإنت أكيد طبعا على درها بحاجة ده فأكيد إنه هو استبعاد لعب أو ضم لعب إلا مش هيكون تليم 100% ومش هيكون متواجد في معسكر منتخب فبالتالي استبعاد كوكا أو أي رعيب ثانية طريح حامد أو إنني أو ما معشور فأي رعيب من دول طبعا أدام تم استبعاده فأكيد إنه هو مش في وقت المعسكر مش هيبقى جاهز 100% فبالتالي المصر ريكتوريا وبالتنصيك مع الجهاز اللي تربي فضل يعني استبعاد اللي عاديين دول إنه هو مش هتحاول معسكر أو إنهما مصابين فمش هتحاول فبالتالي استبعاد أي لعب منتحنا في كاملة في كتاب طبعا من العناصر أساة وإنني طريح حامد كوكا إمام من العناصر أساة طبعا تلاشتلين بتاخذ الفترة الحذيرة مصابين كده كده إنني وإمام حتى مصابين مصابين طبعا فإنه بعد أي لعب أعطاك سبب الإصابة مش أي حاجة فإننا إن شاء الله آخر سؤال ومش أطول عليك دي قيمة المحترفين طيب قيمة اللعبة اللي بتلعب في الداخل في الدور المصري وأكيد هيكون من ضمنهم لعبة النادي الأهلي اللي عندهم مباراتين في إفريقيا بعد مواجهة سيراميكا يوم الاتنين ممكن يتم الإعلان عن أسماء لعبة الأهلي أو لعبة المنتخل اللي لعبه في الدور المصري إمتى مثلا؟ بإذن الله بإذن الله الزاميل العزيز والكاتب الصحفي الأستاذ محمد مراد المنصق الإعلامي لمنتخبنا الوطني بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإضاحات محمد من الناس المكتهدة والشطرة ومتعاون جدا لإجابة على أي سؤال وأي استفسار بيخص منتخبنا الوطني وده بالتأكيد شيء مهم جدا يكون في تواصل ويكون في حلقة تواصلة بين جهاز منتخبنا الوطني مع الإعلام والصحافة عشان المرحلة الجاية يا رب نتمنى توفي لمنتخبنا مقبل على حدث مهم جدا قرأة تصفيات كأس العالم وقرأة كأس الأم الأفريقية لأنه خلاص نحن على عتاب التأهل للقودفور البطولة التي تتلعف في يناير اللي جاي إن شاء الله في ساحل العاك طيب